بص هو الناس بتشوف دايماً أو الجمهور الكرة المصرية دايماً بتبحث عن فكرة المتعة ولكن يعني إحنا ده الخيار المتاح أنت بتواجه فريق فعلاً قوي ولازم نعترف بده حتى لو كان كابتن متحة شلبي الشوط الأول كان شايف أنه فريق عادي في المتناول ومع الضغط في الشوط الثاني يعني غير كلامه 180 درجة لا أنت بتواجه فريق قوي هو بطل القرى حرفياً وعلى حسابك في مباراة أنت قدرت تصل فيها لرقلات الترجيح لكن لازم نقول أننا عندنا إيجابيات مهمة جداً تجعلنا نتفائل إيه هي الإيجابيات؟ أن التاريخ لسه مكمل معانا ولسه كعبنا حتى يزيل لحظة عالي على منتخب السنغال البعض بيقول ما فيش حاجة اسمها كعب عالي في قرات القدم وارد بس هي بتحدث لأن احنا بتصفيات كأس العالم وجهنا السنغال بمباراة الأمس ثلاث مباريات قدرنا نحق الفوز في مباراتين النتيجة 1-0 في مباراتين أحمد حسان ميدو ومحمد صلاح لو اعتبرنا أن محمد صلاح هو مسجل الهدف ونتيجة أخرى اللي كانت في ذكار كانت تعادل سلبي نتمنى إن شاء الله ده يتحقق فيه نقطة أيضاً إيجابية ممكن نبنى عليها أن المنتخب دلاب قدامنا 120 دقيقة ثم 90 دقيقة ما قدرش يهز شباكك أنت كل اللي أنت محتاجه من 90 دقيقة في السنغال أن أنت تطلع بشباك نظيفة قدرت تخطف جول الموضوع شبه اتحسم لأنه يبقى محتاجين يسجلوا 3 أهداف ما قدرتش تخطف جول فأنت هتعد 90 دقيقة على أعصابك زي 90 دقيقة اللي فاتوا ونقدر نعدي إن شاء الله ونقول الحمد لله لأن البعض يقول هنروح نعمل إيه في كاس العالم لا خليني بس يا سيدة عدي ولما ييجي وقت كاس العالم يبقى لكل حديث الحديث يعني بس تخليني عدي بس عدي لأن ده في حد ذاته إنجاز أنك تصل مرتين على التوالي إن شاء الله الكاس العالم وكلنا خلف منتخب مصر 90 دقيقة يوم الثلاث أنا متفاقل